في الوقت مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانياً عباداً لله فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني ما تأخذوش على أن أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حيث لا يدخلوا إيمانياً إسلامياً وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعاً عباداً لله فإذا كنا عباداً لله لن يتمكنوا منا الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن ونحن قد تفصينا عن من هدنا وأصبع كل يتبع هواء كفل قضية القرآنية ما تنفعش يبقى لازم حصل كده لازم يحصل كده ولذلك بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس فقال نعم صدق ربنا صدق ربنا لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أيقولوا دخولوا ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة يبقى لازم يحصل كده فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآن الكونيات تؤكدها ثم رددنا لكم الكرة برضو جات الكرة مش كمنهم يهود ما ندلهمش الكرة لا دا كمننا مش عبادة لنا جات الكرة نعم ثم رددنا لكم الكرة عليكم الكلام اللي بيخاطب اليهود وشوف الدقة بقى وَأَمْدَدْنَاكُمْ بَأَمْوَالِمْ مش كده أغنية قاوة بتوع المال هم وبنين كلهم في الجيش وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَ نَفِيرًا كلمة أكثر نفير دي لو أنت بعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولهم تقول يا سلام ما هو النفير أولا النفير هو ما يستنفره الإنسان لنجدته لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل تستنفره طب هم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم يبقى أكثر نفير ولا لا لأن ويهم أقوى أقوى الدولتين العزمية يبقى عمدبناكم بأموال صح وبنين صح وجعلناكم أكثر نفيرا ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول والله يا يهود إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وهل تستمر الكرة يا ربي لا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجهكم كأن ربنا ادنى بشارة لنا برضوحا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء من اللي يسوء عبادا لا لا أكننا حنتنبه من الألم ونرجع عباد لله وبرضو احنا نلاحظ كده للبعث الإسلامي والوعي الإسلامي للوقتي ابتدى فلما هنكون عبادا لله نقول إيه فإذا جاء وعد الآخرة بعد الكرة لكم ليسوء وجهكم أشرف حاجة فيكم إيه الوجه ليسوء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة الله الله ده تاريخ واضحة هو وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة طب ده انت في المرة الأولينية يا ربي ما جبت السيرت المسجد ولا بيقول المسجد اعرى كده وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا خلاص فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا جاب سيرت المسجد طب ما الولي يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة طب ده دليل على ان المرة الأولية كان فيها دخول أم قال لكي هو ما هو الدخول كان في الامتداد الإسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد بس لما دخلنا المسجد مش نكاية في إسرائيل ليه لأن المسجد في أيام ما كانش تبعه لأنه كان تبع الدولة الرومانية فدخولنا في أول مرة لم يكن نكاية فيه إنما هو جاي بالمرة التانية اللي حتيب أمين فإذا جاء وعد أخرى فإذا جاء وعد أخرى بعثنا وعد الآخرة بعثنا إيه ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه يبقى الكرة حتخرجنا من المسجد وده اللي حصل ولا لا الكرة اللي لهم خرجتنا من مين لكن حيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخلوا المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هنا لأن دخول المسجد هنا لم يكن إزلالاً لليهود لأنه كان تبع المسيحية تبع الدولة الرومانية وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا الله كأنه حتمر لفترة يبنوا ويعلوا فيه أم بلحن تبر إيه مش بقولوا ليتبروا ما علوا حنتبر اللي علوه تبقى لازم تمور لمدة يعملوا إيه يبنوا وهو ده اللي حصل ولا لا وليتبروا ما علوا إيه ما علوا تتبيراً إن شاء الله إحنا بقى في انتظار فإذا جاء وعد الآخرة وانتظار وعد الآخرة في إذنه ربنا عملها وعد شرعي إن عدنا عباداً لله كما كان في المرة الأولى سنسوء وجوهه وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة وسنتبر ما علوا تتبيراً شكراً شكراً